وزارة الخارجية على أن مملكة البحرين لديها سجل حافل بالريادة والنجاح في المجال العملي بشكل عام وحفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة بشكل خاص مضيفا أن حكومة المملكة تعتز بأن لديها منظومة تشريعية عملية متطورة وعصرية وأليات عمل متميزة ومؤسسات حقوقية فاعلة كان لها أثر كبير في المكانة الإقليمية والدولية التي تحتلها المملكة في مجال المحافظة على حقوق العمالة ومكتسباتها وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال والتزاما بتعليم الدين الإسلامي الحنيف وأشار سعدة وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين أولت اهتماما كبيرا بتعزيز مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق العمالية كما حرصت حكومة مملكة البحرين على توفير بيئة عملية مستقرة وآمنة وجاذبة لتحافظ على مرتكزات سوق العمل ومتطلباته الجوهرية باعتباره أساس النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة وتطرق سعدة السيد جميل بن محمد عليحمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية في كلمة ألقاها أمام الورشة إلى عدد من المبادرات والأنظمة والقوانين التي تنفذها مملكة البحرين في إطار تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته مشيرا إلى الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص منوها بقرار إنشاء نيابة الإتجار بالأشخاص بدوره قدم سعدة السيد عبدالله بن فيصل بن يبرد دوسري مساعد وزير الخارجية عرضا حول أهمية الحقوق العملية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية مشيرا إلى أبرز الإنجازات المتقدمة التي حققتها المملكة في مجال حقوق العمال مشيدا بدور الحركة والتجربة العملية الرائدة في تحقيق المكاسب والإنجازات لصالح العمال ورعاية حقوقهم في المملكة وأهمية عكاس قيم ومواد الميثاق والدستور والقوانين والتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية في مشاورات إعداد الخطة الوطنية من جانبها أكدت سعدة دكتورة شيخ رانا بنت عيسى بن دعيج الخليفة وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغا بحقوق الإنسان وتعمل دائما على صونها وتعزيزها انطلاقا من طبيعة مجتمعها الذي يعد نموذجا في التعايش والانفتاح والتسامح وضفت أن المملكة حققت إنجازات نوعية على الصعيدين الإقليمي والدولي جعلتها نموذجا متقدما في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص ترجمة نانسي قنقر